الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم سؤالي ما رأيك في من يضع ويدمج الآهات والأناشيد بمقطع آخر لأحد المشايخ الفضلاء هل هذا الفعل جائز؟ وإذا كان غير ذلك فهل يأثى مفاعله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى بما أنك طلبت أيها السائل رأيي في هذه المسألة فأنا أقول فيها بأنها أمر لا يجوز لا يجوز إدخال شيء من الآلات الموسيقية ولا المؤثرات الموسيقية أو المؤثرات الصوتية أو الآهات الصوتية على مقاطع المشايخ المقصود التي يقصد بها الترغيب أو الترهيب وذلك لعدة أمور الأمر الأول أنها لا فائدة منها إلا مجرد جذب انتباه القلوب أو تحزين القلوب وتحزين النفوس وهذا أمر لا ينبغي لأن ما سيذكره الشيخ في هذا المقطع إنما هو آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث عظيمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام شرعي وكلام علماء فإذا لم تنزجر القلوب إلا بهذه الآهات فإنها قلوب تحتاج إلى إصلاح القلوب إذا لم تزجر بالآيات ولم تزجرها الأحاديث ولم ترهبها هذه الزواجر القرآنية فكيف يطلب زجرها بمثل هذه الآهات؟ يعني إذا كان خشوع القلب إلى الآهات أعظم منه خشوعا إلى ما سيقوله الشيخ من الآيات ومن المواعظ ومن الزواجر ومن الأدلة والنصوص والأحاديث وغيرها فهذا قلب مريض يحتاج إلى إصلاح فإذاً هذا في الحقيقة فيه دليل على أن هذا القلب مريض فمن لا يتأثر بكلام الله ومن لا يتأثر قلبه ولا يحزن ولا يوجل ولا تبكي عينه إلا بسماع هذه الآهات فإن هذا قلب يحتاج إلى علاج فإذاً هذا أمر لا يجوز الأمر الثاني أنه من خلط الباطل بالحق فإنما سيقوله الشيخ إنما هو حق على حسب فهمه هو طبعا إذا كان سيقرر مسألة شرعية على حسب اجتهاده فلا جرم أنها تنسب للدين فتقريره لها يعني تقرير لأمر شرعي لأن العلماء موقعون عن الله عز وجل في شريعته ودينه فالعلماء موقعون ومفتون عن الله عز وجل فهذا حق وما سيتلوه من الأدلة كتابا وسنة أيضا حق وما سينقله عن العلماء في هذا المقطع من الكلام أيضا حق كل ذلك من الحق وهذه النغمات الموسيقية والآهات المحزنة أو المفرحة أو الطفول والدفوف هذه باطل فإذاً هذا مسجل للباطل بالحق فنحن نريد حقا خالصا غير ممزوج بباطل فهذه المقاطع الطيبة المجتملة على الآيات والأحاديث مجتملة على حق ولا جرم ولكن بعض الناس اجتهدوا اجتهادا لعل الله عز وجل أن يعفو ويغفر له هذا الاجتهاد لأنه يريد أن تكون آهاته التي يدخلها أو الموسيقى الحزينة التي يدخلها أنها تكون أدعى لخشوع القلوب والرغبة في سماع هذا المقطع ولكن ليس كل مجتهد مصيبا ففعله هذا خطأ والواجب إنكاره لأن مسج الباطل بالحق أمر لا يرغب فيه شرعا بل هو أمر مذموم وهل نزلت الأدلة كتابا وسنى وأرسل الله الرسل وأنزل كتبه إلا لتمييز الحق عن الباطل فلابد من فرقان بين الحق والباطل فما سيقوله الشيخ من الآيات وغيرها هذا من الحق وأما ما سيدخلونه على كلام الشيخ من الآهات والنغمات الموسيقية وكل ذلك من الباطل فهذا لا ينبغي أن يعمد المسلم إليه الأمر الثالث أنه تصرف في مقطع عالم من غير استئذانه لأن من يفعل ذلك يفعلونه عن غير علم هؤلاء المشائخ الذين سيدخلون تلك الآهات على مقاطعهم لأنه لا بد من استئذان الشيخ أولا وقبل كل شيء لأنه ربما يكون الشيخ يرى جوازه فحينئذ له كلام آخر لكن أن يدخل على مقاطعه وعلى كلامه وعلى صوته من غير إذنه فهذا أمر لا يجوز لأنه تصرف فيما لا يؤذن لك فيه وكم من العلماء الذين يمنعون ذلك ولم يكونوا يصدقون أن مقاطعهم الصوتية يدخل عليها شيء من ذلك حتى سمعوها بأصواتهم فغضبوا لذلك ومنعوا ونبهوا فإذا لا يجوز للإنسان أن يدخل شيئا على مقاطع أحد من المشائخ إلا بعد أن يستأذنه الأمر الذي بعده أن فيه مشابهة لأهل الغناء إدخال المقاطع على أصوات المشائخ فيه مشابهة لأهل الغناء بل إن هذا أعظم وأشد خطرا فإن الآلات الموسيقية والآهات التي تكون مرددة لصوت المغني لماذا أدخلوها على صوته حتى تجمل صوته وتحسنه وتكون أوقع في النفوس فإذا المغني يستعين بتحسين صوته وتجميل كلمات أغنيته وترغيب الناس فيها بإدخال هذه المقاطع الموسيقية والآهات على كلامه وكذلك يفعل هؤلاء طبقا وتماما وهي أنهم يدخلون هذه المؤثرات الصوتية والآهات والمقاطع الموسيقية على كلام العلماء والمشائخ من باب تجميل المقطع ومن باب تحسينه ومن باب كمال الترغيب فيه ومن باب كمال التحزين فيه فإذن فيها مشابهة لأهل الغنى وأهل الحق لا ينبغي لهم أن يشابه أهل الفجور مطلقا لا في تصرفاتهم ولا في أحوالهم لأن حال أهل الفجور حال سافلة دنية وأما حال أهل الحق فهي حال كمال وعلو ورفعة فلا ينبغي أن ندسي أنفسنا وندسي مشائخنا بإدخال هذه الأشياء حتى يتفق هؤلاء مع هؤلاء في الصورة الظاهرية بل إنني أقول إن فعل هذا الأمر في مقاطع المشائخ أشد وقعا وأعظم إثما مما يفعله أهل المغنين مع المطربين لماذا؟ لأن الكلمات التي سيقولها هذا المطرب والمغني كلمات مبنية على غزل وعلى عشق وعلى كلام تافه ساقط فيدخل هذه الآهات الموسيقية وهي أيضا ساقطة وتافهة على كلام تافه أصلا فإذا أتافه ها اجتمع مع التافه فإذا باطل جاء مع باطل جاء باطل جاء مع باطل له جاء مع له فالأمر فيه خفيف مع أنه محرم لكنه أخف بالنسبة إلى ما هو أعلى منه وأما كلام العلماء فإنه حق فكيف ندخل عليه هذا الباطل كلام العلماء صدق وبرهان وبيان وحجة وتوضيح وهداية ودعوة كيف ندخل عليها هذا الباطل؟ إذن هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز فإذن هذه الآهات التي تدخل أحيانا على بعض مقاطع العلماء هذه طريقة من طرق الدعوة ولكن ليس كل طريقة للدعوة تكون مقبولة لأن القاعدة المتقررة عندنا في هذا الأمر أن وسائل الدعوة اجتهادية فيما لم يخالف النص وفيما لم يفض إلى مفاسد أكثر من المصلحة المرجوحة وتوقيفية إن خالف النصوص أو أفضى إلى المفاسد فبما أن هذه الطريقة تتضمن هذه المفاسد التي ذكرتها بل وبالتأمل قد يتبين لنا أكثر منها أيضا فحينئذ لا تكون وسيلة دعوية جائزة بل تكون من جملة البدع والمحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان فالواجب علينا اجتنابها والحذر منها وتركوا مقاطع المشائخ على ما هي عليه والله أعلم